بيئة الأعمال وريادة العمل وخلق فرص عمل من أهم الملفات اللي هيتم منقشتها في منتدى شباب العالم عشان كده بيسعدنا أن ينضم إلينا الأستاذ أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية سعداء بوجودك معنا اليوم أخبرنا عن انطباعك بالمشاركة في منتدى شباب العالم صباح الخير هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى وكذلك المرة الأولى التي تشارك فيها منظمة العمل الدولية في المنتدى كمؤسسة مشاركة نظمنا بالأمس ورشاة عمل لتذوق طعم المنتدى إن صح التعبير وكانت مشاركة رؤية وهي عبارة عن ورشين قبل المؤتمر ورأينا الكثير من المشاركين من حول العالم من الصين والولايات المتحدة والتشاد وبولغاريا واليونان وبالطبع الكثير من شباب مصر وكان اللقاء رائع رغم ما نعيشه من ظروف فرضتها جائحة كوفيد-19 التي تحتم علينا تخفيض عدد المشاركين العدد الذي كان في نسخة عام 2019 ولكن من الجيد رؤية هذا العدد من الشباب الذين يجتمعون ويناكشون معاً والمنتدى يعتبر فرصة كبيرة لهم فيما يتعلق بمشاركة منظمة العمل الدولية في ورش عمل بالأمس هل تخبرنا أكثر عن هذه الورشة حول ريالة الأعمال ومشاركة المنظمة في هذا الخصوص فما هي الموضوعات الأساسية التي تناولتها الورشة وما التوصيات التي خرجت بها نعم نظمنا ورشة عمل بالتعاون مع منتدى شباب العالم بالأمس بعنوان ريالة الأعمال والتي شارك فيها ستين شاباً وكان 85% منهم بالفعل رواد أعمال أو يريدون أن يكونوا رواد أعمال فمن الرأي رؤية شباب من جنسيات مختلفة كما قلت يريدون أن يصبحوا رواد أعمال وتريد منظمة تحقيق هذا بأنها تعمل على خلق بيئة الأعمال الداعمة أو تدعم ريالة الأعمال وهذا بالفعل نقوم به في مصر وهذا بالفعل ما نقوم به في مصر في مبادرة صنعاء في مصر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة فكل هذه الأنشطة تدعم ريالة الأعمال فورشة الأمس كانت حواراً مهماً جداً ليس فقط مع الشباب المصري ولكن مع شباب من مختلف البلاد ولقد رأينا تحديات كذلك فيما يتعلق بكيفية تحسين بيئة العمل ولقد رأينا تحديات كذلك فيما يتعلق بكيفية تحسين بيئة العمل وتيسيراً على الشباب لتسجيل شركاتهم وهذه من إحدى توصيات الورشة حول تيسير وتسهيل الإجراءات على الشباب وذلك بتقليل الإجراءات الخاصة بتسجيل شركاتهم وأيضاً تسجيعهم على تدشين مشروعاتهم الخاصة كما نقشنا أوجه القصور في الوصول إلى المعلومات ليس فقط حول تأسيس شركة ولكن ما هي الوسائل الأخرى لتأسيس الشركة فهم بحاجة لمعرفة المعلومات وأيضاً معلومات من خلال الموقع الإلكتروني للحكومة أو من الجهات الحكومية أو من خلال ورش العمل التي تدعم الشركاء في تأسيس شركاتهم فهم يسألون عن المزيد من المعلومات وهنا يمكننا تقديم المزيد من المعلومات للشباب والتوصية الأخرى التي خرجت بها من الورشة هي الحصول على التمويل فهناك الكثير من الأفكار الرئيعة واللامعة ولكنها تحتاج للاستثمار لتأسيس شركة وناقشنا إمكانية التمويل من الحكومات وإيجاد طرق للإقتراض لدى بعض الدول حيث لدى بعض الدول آليات لتمويل الشباب ومنها على سبيل المثال المبادرة المصرية صنعة في مصر ونفس الأمر في بلدان أخرى لذا نعم بإمكان الحكومات أن تدعم الشباب لتجشين شركاتهم الناشئة والنقطة الأخيرة تتعلق بالتشبيك أي نتعلم طريقة التشبيك وبالأمس كان مثالا جيدا على التشبيك بين الشباب من جنسيات مختلفا كما قل نعم حضروا المؤتمر ولكن أيضا تبادلوا فيما بينهم التجارب لمعرفة الأخطاء والجوانب الإيجابية كذلك خاصة بعد تأثير الجائحة حيث ذكرت إحدى رائلات الأعمال أنها أوقفت نشاطها أو نشاط شركتها الناشئة بسبب الجائحة ولكنها ما تزال تريد تدشين شركة جديدة لأن لديها روح إيجابي فمن هنا تبادل خبرات بين رواد الأعمال مهم للغاية وهذه التوصيات على الأقل لمصر حيث أننا نتعاون مع جهات مثل اتحاد الصناعات المصرية يمكننا من هذا دعم الشباب رجالا ونساء وخير دليل مشاركة الأمس ونحن يمكننا دعمهم بقوة كذلك تشارك منظمة العمل في الجلسات الحوارية الرئيسية في المنتدى الذي ستطلق فاعلياته في يوم الاثنين القادم والأيام التالية فما هي الجلسات التي ستشارك المنظمة بها؟ وهل تخبرنا بتفصيل أكثر؟ نعم تشارك المنظمة في جلستيني وأنا شخصيا سأشارك في جلسة منهما بعنوان دور المنظمات الدولية بعد جائحة كوفيد-19 نعم نحن ما زلنا نواجه الجائحة ولكن أتمنى التغلب عليها وأن يكون هذا هو العام الأخير للجائحة وأن يكون دورنا هو دور داعم للحكومات ومجتمع الأعمال والعمال كذلك في ظل الجائحة وكان هذا تحدي لنا كمنظمة لتكييف برامجنا وتغيير الأولويات لدعم الأعمال والعملين في هذه الفترة حيث عملنا على إيجاد شراكات جديدة واستمرار شراكاتنا مع الحكومات ووزارة القوى العاملة وغيرها من الوزرات وهذا ما سأقدمه في إحدى الجلسات كما أننا سنشارك في جلسة ثانية حول الأعمال والتغير المناخي مع زميلي جوزي مانويل ماديانا والتي ستتناول أيضا بيئة الأعمال وكيف على الشركات أن تتأقلم مع التغير المناخي سواء بشأن التشغيل وكذلك تأثير التغير المناخي على عدد من القطاعات والشركات بل وهذا التغير المناخي يختلف بل وهذا التغير المناخي يخلق فرصا لشركات جديدة كذلك تشارك وكالات الأمم المتحدة الأخرى مثل منظمة الصحة العالمية في المنتدى بجلسات أخرى وبهذا تكون الأمم المتحدة مشاركة بفاعلية في المنتدى كما ذكرت من قبل أن الجائحة كوفيد-19 قد أثرت بشكل كبير على العديد من القطاعات والأعمال في ضوء ذلك كيف أثرت الجائحة على سوق العمل؟ وكذلك في مستقبل العمل بالطبع لقد رأينا بعض الأرقام التي لم نشهدها في الماضي مقارنة بهذه الأرقام بين عامي 2021 وما كان عليه الوضع في عام 2019 قبل الجائحة وبالطبع لأيست كل الدول تأثرت بنفس المستوى ومصر كانت مثالا جيدا على المورونة والتكيف ولحظنا النمو في مصر الذي لم يكن له مثيل في العديد من الدول لأن تأثير الجائحة لم يكن قويا كغيرها من البلدان نعم بالطبع كان هناك تأثير في الأشهر الأولى ولكن العام الماضي كان هناك دعم للاقتصاد ولو بشكل جزئي ولكن التأثير كان أقوى في عام 2020 ورأينا في 2021 بداية جديدة ونحن ما زلنا في حاجة لدعوة المزيد من الناس للمشاركة ولقد رأينا أثر الجائحة على المرأة والشباب كذلك فلسوء الحظ كان من السهل على الشركات الاستغناء عن النساء والشباب أكثر من الرجال ولذا تأثر الكثير منهم بسوق العمل ونتطلع الآن إلى مشاركة المرأة في سوق العمل مثل ما كان عليه الوضع منذ سنتين لأنهن تأثرن بالجائحة وفقا للإحصائيات ونحن نتعاون مع الحكومات لإيجاد آليات لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل لتعويضهن عن آثار كوفيد-19 وبالطبع الكثير من الأعمال والشركات أجبرت على الإغلاق بسبب ما وجهته من تحديات كثيرة فبعضها أجبرت على الإغلاق ورغم أنه لا يزال أن أثر للجائحة ولكن نتمنى أن يكون عام 2022 أفضل بالحديث عن التعاون مع الحكومات هناك علاقة قوية بين منظمة العمل الدولية والحكومة المصرية فهل أخبرتنا بمثال من هذا التعاون بين المنظمة ووزارة الشباب فيما يتعلق ببرنامج التوعية الثقافية الذي بدأ تنفيذه العام الماضي والذي من المقرر إتمامه في الربع الأول من هذا العام ينعقد هذا البرنامج تحت عنوان منظمة العمل الدولية تتحدث إلى الشباب حول مستقبل العمل فهل لك أن تخبرنا بالمزيد عن هذه برامج؟ نعم لدينا برامج مختلفة مع الحكومة وهذا البرنامج الذي انطلق في ديسمبر الماضي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهو مبادرة جديدة للتواصل مع الشباب وقد نظمنا بالفعل ورشتية عمل في الإسكندرية عذراً في القاهرة ودنيات لأنه بالطبع إذا تحدثنا عن العمل لابد أن نتحدث إلى الشباب الذين هم بالفعل في سوق العمل أو بالجامعات ولديهم القدرة على الوصول إلى سوق العمل وهذه المبادرة تم مناقشتها منذ عامين في الاحتفالية بمرور مائة عام على تأسيس المنظمة وتناقش الورشة كيفية إيجاد وظيفة في ظل التكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي الذي أوجد تحديات جديدة لإيجاد وظائف حيث هناك وظائف سوف تختفي من السوق تماماً ولكن من المهم أن يعرف الشباب عن واقع سوق العمل وعن أوضاعه ليس فقط في الوقت الواهن ولكن بعد خمسة أو عشرة أعوام لمعرفة نوالأمال والوظائف عند دخولهم لسوق العمل ومن المهم أيضاً التشبيك بين الشباب وشركات لأن الشركات تعرض الوظائف ولديها احتياجات محددة وبعض المهارات الفنية ولهذا من المهم تدريب الشباب على تنمية هذه المهارات ولدينا أيضاً برنامج آخر مع وزارة الشباب والرياضة بعنوان أندية البحث عن وظائف ويهدف هذا البرنامج لتدريب الشباب على كيفية الوصول على وظيفة فنحن لا نقدم لهم وظائف ولكن ندريبهم ونزودهم بالسبل لإيجاد وظائف ومنها على سبيل سالة كيفية إعداد السيرة الذاتية وكيفية التخضير للمقابلة الشخصية والاستعداد لدخول سوق العمل وهذا إحدى الأمثلة للتعاون مع الحكومة ووزارة الشباب والرياضة وهناك أيضاً تعاون مع وزارة القوى العاملة حول الحوار المجتمعي وتعاون مع وزارة الضضامن الاجتماعي في مشروعات الأمن الاجتماعي والاقتصاد وشراكة ميس ميديا التي ذكرتها من قبل ولدينا قطاع كبير من التعاون والأنشطة مع مختلف الوزارات في مصر السيد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر شكراً جزيلاً على وجودك معنا اليوم